أعلنت وزارة الأشغال الانتهاء من تنفيذ أعمال مشروع توسع التقاطع الجسر العلوي ضمن خطتها السعية لتحسين انسيابية الحركة المرورية على شبكة الطرق المشروع يهده إلى رفع الطاقة الاستيعابية للحركة المرورية القادمة من الشمال عبر شارع الجنبية نزولا إلى شارع الشيخ عيسى بن سلمان شرقا باتجاه المنامة وتضمنت أعمال المشروع زالتا وتجديد طبقة الإسفلت للمسار السابق واستبدال الحواجز الحالية بحواجز خرسانية لحماية مستخدم الطريق وتأتي جهود الوزارة في تطوير شبكة الطرق في كافة محافظات مملكة البحرين بهدف الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين